بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فالآية الرابعة من الآيات البينات التي جعلها الله في أول بيت وضع للناس من دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا فمن دخل الحرم أو دخل إلى المسجد الحرام فإنه يكون آمنا من اعتداء الناس عليه وكان هذا ظاهرا حتى في الجاهلية وفي أيام الشرك والكفر كان أحدهم يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم وهذا من آيات الله عز وجل وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء قال سبحانه وتعالى أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله يم يغفرون قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهذا استجابة لدعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا قال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا استجاب الله دعاءه وجعله بلدا آمنا يأمن فيه الإنسان على نفسه وعلى أهله وعلى ماله حتى إن الطيور أيضا تأمن فيه فقد نهى صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع شجر الحرم وعن أخذ العشب الرطب منه واحتشاشه ونهى صلى الله عليه وسلم عن تنفير الصيد في الحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحرمة هذا الحرم عام الفتح وقال إن الله أحله لساعة من نهار ثم عادت حرمته إلى يوم القيامة لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه أي يأخذ منه العشب الرطب ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد فهذا معنى قوله تعالى ومن دخله كان آمن وهو جاء في سياق الخبر ولكن معناه الأمر أي أمن من دخل فيه ولا تعتدوا عليه فهذه هي الآيات البينات ثم قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت أي يجب على الناس حج البيت والحج هو قصد البيت لحج أو عمره تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وقوله ولله على الناس أي يجب على الناس حج البيت فالحج إلى البيت واجب على كل مسلم من ذكر حر بالغ يستطيع الحج وهو ركن من أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فالحج ركن من أركان الإسلام على من يستطيعه ولكنه لا يكون واجبا إلا مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قال رجل أكل عام يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع وقوله على الناس هذا عام لليهود والنصارى وغيرهم أن الحج واجب على كل الناس ومنهم اليهود والنصارى الذين أبوا أن يعترفوا بهذا البيت وأن يحجوا إليه مع أنه هو البيت الذي بناه إبراهيم الذي ينتسبون إليه وأنه أول بيت وضع للناس ومع هذا لا يعترفون به ولا يستقبلونه في صلواتهم وقد أمر الله باستقباله وأمر بالحج إليه وأمر بالطواف به وشرع وشرع الاعتكاف عنده كلها عبادات عظيمة تتعلق بهذا البيت وهذا من دين إبراهيم التي يزعم اليهود والنصارى أنهم يؤمنون به ودلت هذه الآية على أن من لم يحج فإنه كافر قال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهذا دليل مقاطع على كفر اليهود والنصارى وهذا من جملة هذا ليس هو الوحيد من أدلة كفرهم ولكن هذا من أعظم أدلة كفرهم عدم اعترافهم بهذا البيت وعدم قبولهم لما يتعلق به من أحكام مع أنه بيت الله والذي بناه هو إبراهيم الذي ينتسبون إليه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنكمل الكلام عن هذه الآية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر